يأتي هدف الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم 12 من أغسطس بيوم الشباب وهو يوم مخصص لإبراز قضايا الشباب حماة المستقبل وتحفيزهم على المشاركة الجدية في مختلف جوانب الحياة وحرص الرئيس السيسي منذ توليه الحكم على مد جسور التواصل مع الشباب وتدليل العقبات التي تواجههم في شتى المجالات مد جسور التواصل مع الشباب هدف حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وضعه في صدارة أولوياته منذ توليه الحكم باعتبار أن الشباب هم عماد الدولة وأساس قوتها الرئيس سيسي عمل على دعم شباب مصر بكل السبل والأشكال الممكنة لذلك أطلق حواراً موسعاً مع الشباب المصري في عام 2016 ما أطلق عليه عام الشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم أحلام دفعت القيادة السياسية للاستمرار في دعم طموحات الشباب عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة ومن بينها مؤتمرات الشباب الدولة اتخذت دعم الشباب منهجاً ومن هنا جاء أعلان القيادة السياسية عن مؤتمر الشباب الأول في عام 2016 في مدينة شرم الشيخ لتتوالى بعده المؤتمرات بمشاركة ليس الشباب المصري فحسب بل شباب العالم أجمع لتصبح مصر منارة وقبلة للشباب مؤتمرات الشباب خرجت بتوصيات مهمة ترجمت على أرض الواقع يأتي إلى جانبها العديد من المبادرات والأشكال التنظيمية التي دعمت الشباب وعملت على سقل مهاراتهم من بينها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريب الدولة اهتمت بكل ما يهم الشباب من تعليم ومشاركة بالحياة السياسية كذلك إيجاد فرص عمل لائقة لهم لذلك جاء توجيه الرئيس سيسي للحكومة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة فكرتك الشركتك وغيرها من المبادرات الأخرى التي تندرج تحت رؤية الرئيس للاهتمام بالشباب تواصل متبادل بين الدولة والشباب أنتج العديد من النماذج الشبابية الناجحة التي تظهر بوضوح في المجالس النيابية وفي الجهاز الإداري للدولة وهي التجربة التي تسمح للدولة أن يكون لها صف ثان وثالث يقود الوطن في حاضره ومستقبله ترجمة نانسي قنقر